اشتركوا في القناة الجهاز الحين مركب بهذا الشكل مع الماسحة التصويرية طبعا أيضا عندنا هنا في الكرتونة جهاز جديد حابين نركبه أمامكم نشوف قطع الجهاز نتعرف على طريق التركيب الجهاز والعمل عليه وطبعا في الأخير عندنا مقطع تجريبي للجهاز في الخارج تفضلوا وشاهدوا الفيديو للأخير حياكم الله طبعا الآن مثل ما شايفين أخرجنا جميع القطع الخاصة في الجهاز حطناها على هذه الطاولة عشان نتعرف عليها الوحدة الرئيسية الخاصة في الجهاز الماسحة التصويرية العصي الخاصة بحمل الماسحة التصويرية الحساس الخاص بنظام جراديو سمارت التابلوت المرفق مع الجهاز ومثبت عليه برنامج وتصويري للجهاز طبعا هذا برنامج إضافي لأنه بإمكاننا أيضا التصوير من خلال شاشة الجهاز الشواحن الخاصة في الجهاز طبعا هذا الشاحن الأساسي شاحن المنزل شاحن السيارة هذا الظرف يحتوي طبعا على أول شيء بطاقة الضمان الخاصة بالجهاز الكتالوج الخاص بالجهاز طبعا بالإضافة إلى السي دي الخاص مع الجهاز واللي موجود متوفر بأكثر من اللغة من بينها طبعا اللغة العربية بإمكانك مشاهدة تعليم كامل عن الجهاز باللغة العربية من خلال هذا السيدي خلينا الآن نقوم بتركيب نظام لقراديو سمارت ومن ثم نتعرف على خصائص هذا النظام طبعا راح نركب نظام لقراديو سمارت طبعا نظام لقراديو سمارت بيركب معنا بهذا الشكل الآن الجهاز جاهز للعمل بنظام لقراديو سمارت خلينا نشغل الجهاز ونتعرف على هذا النظام طبعا الآن راح نقوم بتشغيل الجهاز والتعرف على الأنظمة التشغيلية الموجودة في الجهاز بالإضافة إلى إعدادات الجهاز طبعا أول شيء نضغط على زر التشغيل الموجود في هذا المكان راح يظهر لي شيء اسم الشركة المصنعة طبعا الجهاز الآن وصلنا إلى الشاشة الرئيسية عندي نظام 3D Ground Scanner أيضا نظام Live Scan الموجود في الجهاز أيضا نظام لقراديو سمارت الموجود في الجهاز بالإضافة طبعا إلى الإعدادات خلينا نتعرف في الأول على إعدادات الجهاز طبعا أول شيء عندي خيار اللغات مثل ما شايفين الجهاز في ثمن لغات طبعا بالإضافة أنه بإمكاننا نختار اللغة العربية من بين اللغات الموجودة طبعا عندي أيضا خيار التاريخ والوقت إعدادات الشاشة بإمكاننا طبعا أنه خفض الإضاءة الموجودة في الشاشة وأيضا بالنسبة لنظام Sleep Mode اللي هو وضع الخمول ممكن إذا حبينا نوفر شوي من البطارية أو وقت أكثر من العمل ممكن نخليها 15 ثانية أو 30 ثانية أو 45 ثانية أو خليها الآن مثلا لمدة دقيقة الإعداد الرابع الموجود عندنا في الجهاز إعدادات الصوت طبعا لو دخلنا إلى إعدادات الصوت أول شيء عندي في الجهاز General Volume مجرد أن ضغطنا زر OK الجهاز الآن صار في نظام الصوت فقط عند اكتشاف أي شيء رح يعطيني فقط صوت أو عند الضغط على زر المعاير الموجود في الجهاز رح يعطيني فقط صوت ولكن موجود عندي في الجهاز أيضا خيار كتم الصوت فقط الإطلاع على الإشارات الموجودة في الشاشة بدون صوت على الإطلاق طبعا ما عمكانية تركيب السماعات الخارجية الموجودة في الجهاز وأيضا موجود عندي خيار الـ Vibration خيار الاهتزاز بدون صوت فقط من خلال الـ Vibration الاهتزاز طبعا بالإمكان أيضا أن نخلي الصوت شغال وبنفس الوقت نخلي نظام الـ Vibration اللي هو نظام الهزاز في الجهاز شغال طبعا عندي الخيار الآخر الموجود عندي خيار الـ Key Tune ممكن أن نخفض من درجة حساسية السويتشات الموجودة عندي صوت هذا السويتشات ممكن أنني أخفض الصوت حقها أو ممكن أنني أخليه على طبيعته طبعا في عندي أيضا خيار Surge Volume اللي هو صوت الاكتشاف أو صوت البحث في حال أن الجهاز اكتشف أي شيء أعطاني صوت ممكن أتحكم في هذا الصوت أخلي هذا الصوت منخفض أو هذا الصوت مثلا مرتفع حسب الشيء اللي تشوفونه مناسب لكم طبعا عندي أيضا في الجهاز خيار Power Mode طبعا بطارية الجهاز الحين تظهر لي أن هي فيها 81% طبعا لا ننسى أن نذكر ملاحظة مهمة جدا في هذا الجهاز أن بطارية الجهاز في حال شحناها لمدة ساعتين فقط تشغل الجهاز خمس ساعات متواصلة طبعا الحين عندي أيضا في الجهاز خيار مهم جدا خيار Power Saving إحنا ممكن أن نختار هذا الخيار على شأن نوفر شوي من بطارية الجهاز ويشتغل معي الجهاز وقت أكثر طبعا ممكن أيضا ننتقل الوضع العادي رح يشوف الإضاءة فورا رجعت إلى طبيعته أيضا لو ذهبنا للخيار اللي في الأسفل رح نلاحظ أيضا عندي خيار تخزين الصور ممكن أن أي صورة موجودة عندي سواء بنظام 3D Ground Scanner أو بنظام Gradio Smart أن نشوف هذه الصور المخزنة من خلال هذا الإعداد طبعا الجهاز بإمكاننا نصور 500 صورة عندنا الإمتلاء طبعا بإمكاننا أن نمسح بعض الصور حتى نرجع نخزن الصور الجديدة الخيار الآخر الموجود في الجهاز خيار البلوتوث طبعا إحنا الآن إذا حبينا أن نشبك الجهاز بالتابلت أو بالجوال لازم أن نشغل خيار البلوتوث طبعا تشغيل خيار البلوتوث هو سهل جدا بهذا الشكل لو رجعنا للخيار اللي في الأسفل أيضا رح نشوف عندي معلومات عن الجهاز إصدار الجهاز إصدار البرنامج طبعا الآن البرنامج الأخير هو نفسه اللي مثبت على الجهاز اللي هو 1.1.7 موديل الجهاز أيضا مذكور الوقت اللي يشتغل فيه هذا الجهاز طبعا 16 ساعة تقريبا أو 15 ساعة و 19 دقيقة يعطني إياها الجهاز هنا في هذا المكان عندي أيضا هذا الخيار خيار البن كود خيار السيكوريتي في حال أنا ما حبيت أي شخص آخر يشتغل فيه هذا الجهاز ممكن أن أخلي رمز بن موجود للجهاز شغل رمز البن في حال أي شخص أخذ هذا الجهاز وحب أن يشغله بدون معرفتك ما رح يقدر يشغل الجهاز لأنه رح يشوف موجود فيه رمز بن ما رح يشتغل معه الجهاز على الإطلاق خيار الرسيد ممكن أن أسوي أمسح الصور المخزنة كلها رسيد سيتينج أمسح الإعدادات اللي أنا سويته ويرجع الجهاز إلى ضبط المصنع أيضا الفاكتوري رسيد نفس الشيء طبعا إذا ضغط على الفاكتوري رسيد الجهاز أو برنامج الجهاز ما رح يتأثر بهذا الشيء فقط رح ينمسح عندي الصور المخزنة بالإضافة للإعدادات اللي أنت سويته ولكن البرنامج رح يظل موجود على الجهاز وما رح يتأثر بأي شيء على الإطلاق خلصنا من الإعدادات اللي حين نشرح على نظام الموجود في الجهاز لو ضغطنا على هذا النظام أول شيء يعطيك الجهاز خيار المعايرة الأرضية طبعا مجرد أن نضغطنا على هذا الزر اللي موجود خلف المقبض لمدة ثلاث ثواني أو أربع ثواني رح الجهاز فورا يسوي المعايرة الأرضية أوتوماتيكيا طبعا الجهاز ما فيه أي معايرة يدوية كلها معايرة أوتوماتيكية مجرد أن نضغط على هذا الزر الحين الجهاز مثل ما شايفين عندي مؤشرات اثنين طبعا الآن قبل لا نبدأ بتشغيل الجهاز والعمل على النظام التصويري في الجهاز في بعض المعلومات حاب أني أبينها لكم الجهاز جهاز قاما مزود بشاشة ملونة من نوع TFT طبعا هذه الشاشة قادرة على أنها تظهر أو تبين لكم كل الصور اللي يكتشف الجهاز على شاشة الجهاز نفسه يعني ما في داعي أن أنا أستخدم التابلت أو أني أستخدم الجوال أو أني أستخدم الكمبيوتر برامج الويندوز وإلى آخره لا الجهاز نفسه هو يستطيع أنه يبين لك الصور الثلاثية الأبعاد اللي يصورها الجهاز على شاشة الجهاز نفسه طبعا الجهاز عند التشغيل يعطيك خيار أنه حاب أنك تصور من خلال شاشة الجهاز نفسه أو من خلال البرنامج المثبت على التابلت البرنامج التصويري الخاص في الجهاز طبعا هذا البرنامج التصويري طبعا مزود بأكثر من عشر لغات في إمكانية نصور من خلال الجهاز نفسه ونرسل هذه الصور على التطبيق الخاص في الجهاز على الجوال طبعاً هذه الصورة الآن مرسلة من الجهاز نفسه إلى التطبيق الخاص على الجوال بإمكاننا فلترة الصورة تحييلة الصورة مشاهدة الصورة ثلاثية الأبعاد مع أظهار أعماقها ونوع المعدن وكل شيء على شاشة الجوال نفسه الآن راح نشغل الجهاز ونتعرف أكثر على النظام التصويري خليكم معنا طبعاً الآن نكمل الشرح على جهاز قاما طبعاً الآن ندخل على برنامج لـ 3D Ground Skinner راح نوضح طريقة التصوير بهذا البرنامج أيضاً شرح على المواصفات الموجودة في هذا البرنامج نضغط على زر الأوكي طبعاً أول شيء أعطاني يا الجهاز اللي هو اختيار التصوير هل التصوير راح يكون على شاشة الجهاز نفسه من خلال شاشة الديفايز نفسه أو من خلال شاشة التابلت المرفقة مع الجهاز راح نوضح لكم طريقة تصوير 3D من خلال شاشة التابلت المرفقة مع الجهاز نضغط على زر الأوكي عندي سكانينغ مود الخيارات عندي طريقة المشي هل راح تكون من خلال المنول أو من خلال الأوتوماتيك طبعاً الفرق ما بينهم أن المنول تحتاج كل خطوة أنك تضغط على زر الستارت علشان الجهاز زر سنبضة أو الأوتوماتيك تضغط مرة واحدة فقط على زر الأوتوماتيك بعد ذلك الجهاز راح يبدأ التصوير بنفسه وما تحتاج أبداً أنك تضغط على هذا الزر اللي في الأسفل كل خطوة طبعاً عندنا خيارات المشي عندنا الخيار الأول اللي هو الخيار التصوير من خلال وانوي يعني التصوير راح يكون فقط الانطلاق من جهة واحدة أو من خلال جهتين طبعاً عندي خيار الجهتين هو الأسهل طبعاً والأسرع نختار خيار الجهتين طبعاً الآن عدد الخطوات راح نمشيها في الطول أو في العرض الآن أنا ممكن أخليها عشرة في عشرة ممكن أخليها عشرين في عشرين ثلاثين في ثلاثين حسب المكان اللي أنت تبي تمسح فيه طبعاً بعد ذلك يعطيك الجهاز خيار بدء المشي هل راح يكون من اليسار أو من اليمين طبعاً هذا حسب المكان أو حسب المنطقة اللي أنت قاعد تمسح فيها شوف أنت يتناسب معك تبدأ المسح من اليمين أو من اليسار أنا الآن ممكن أختار من اليمين طبعاً الآن الجهاز جاهز للعمل يقل يسوي المعايرة الأرضية لكن قبل لا نسوي المعايرة الأرضية بس نوضح لكم برنامج الجهاز طبعاً هذا البرنامج المثبت على الشاشة طبعاً مجرد أني ضغط على زر الكنيكت فوراً الجهاز أعطاني كونيكتد تو أجاكس ديفايس طبعاً هذا التابلت متصل مع الجهاز الآن راح نروح للخارج ونبدأ التصوير طبعاً في عندنا تجربة في الخارج عبارة عن تجربة لمجرى صرف موجود في جانب الشركة على شان نشوف هل الجهاز راح يصور لي هذا المجرى الموجود في الأسفل أم لا اتفضلوا معنا طبعاً الان راح نبدأ التصوير في الخارج لكن في عندنا شيء مهم فقط راح نرجع شوي في الجهاز نخلي التصوير عندنا من اليمين إلى أو من اليسار عفواً إلى اليمين لأننا نحن قبل شوي غبطناه داخل المكتب خليناه من اليمين إلى اليسار فقط راح نخليه الحين من اليسار إلى اليمين فقط علشان نكون على عكس اتجاه ضوء الشمس فقط علشان التصوير يكون واضح نعطيه نبدأ الحين بعمل الموازنة الأرضية في الجهاز بهذا الشكل نضغط على زر البدء نبدأ بالتصوير الجهاز الحين يبدأ في التصوير نبدأ في صورة النهائية لكن خلينا نروح داخل الشركة ونشوف الصورة بشكل أوضح فضلوا معنا طبعا مثل ما نشوف الحين عندنا الصورة اللي صورناها في الخارج الصورة تتشكل من عدة ألوان طبعا عندي أول شي اللون الأخضر وطيات الأرض الموجودة عندي في المكان هذي كلها طبعا يبين لي يا هالجهاز في اللون الأخضر طبعا بالنسبة للمعادن يوضحها الجهاز في اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي أما طبعا بالنسبة لمجرى الصرف اللي صورناه طبعا في اللون الأزرق مثل ما تشوفون بهالشكل الجهاز سوى تجسيم كامل للمجرى الموجودة عندي في المكان طبعا في أمر مهم جدا حابين أن نذكره في التصوير في الخارج اللي سويناه الحين قبل شوي كان في عندي رخام موجود في هذا المكان في أعلى الرصيف طبعا هذا الرخام في فلزات في معادن كثير من الأجهزة التصويرية تظهر هذا الرخام على أنه معدن على شاشة التصوير لأن هذا الأجهزة النظام المعايرة الموجود فيها هو فقط من خلال سفتوير الجهاز من خلال برنامج الجهاز فقط لا غير بينما جهاز قاما نظام الفلترة ونظام عزل المعادن والفلزات كل هذه الأمور من خلال الهاردوير من خلال معالج الجهاز نفسه وليس فقط من خلال سفتوير الجهاز كالأجهزة التقليدية الأخرى طبعا خلينا نبدأ الآن بالشرح بتفصيل أكثر عن الصورة الموجودة عندي في المكان طبعا أول شيء شرحنا هذا المعدن المستطيل أو المربع كان غطاء الصرف الموجود عندي في الأعلى صورناه في الفيديو عندي أيضا هذا مدخل المجرى عندي أيضا هذا المجرى الموجود عندي في المكان تدسيم كامل صراحة للمجرى طبعا كيف أنا ممكن أعرف نوع هذا المعدن ممكن أنا أصور في الخارج يطلع لي مثل هذه الصورة معدن على شكل مربع أنا أبي أعرف شو هذا المعدن بالضبط ممكن أني الآن من خلال برنامج الجهاز أقدر أعرف من خلال هذا الزر الموجود عندي في هذا المكان اللي هي نسبة القيمة أو قيمة المعدن المكتشف عندي أنا مجرد ما أحرك المربع الموجود عندي الآن من خلال الشبكة أجيب هذا المربع على المعدن بهذا الشكل راح الجهاز يقول لي نسبة هذا المعدن حديد الجهاز الآن قاعد أعطيني رقم الحديد طبعا فيه رقم للذهب فيه رقم للنحاس فيه رقم للبرونز فيه رقم لكل المعدن برنامج الجهاز يوضح لك شو نوع هذا المعدن بالضبط على شاشة الجهاز نفسه طبعا أيضا لو نزلنا إلى مجرى الصرف الموجود عندي في المكان بالضغط على هذا الزر مرة ثانية هذا المدخل هذا بداية العمق طبعا الجهاز يقول لك أنه النسبة أو القيمة حقة هذا الشيء المكتشف هي 657 بالناقص بالماينس طبعا يظهرها 657 ماينس طبعا لأن الفراغ أو التجويف أو قبر أو سرداب أو شيء تحت الأرض الجهاز راح يبينه بالماينس على عكس المعادن التي تبين في الزاد 657 هي قيمة هذا الشيء يعني أن هذا الشيء هو تجويف حقيقي وليس فراغات طبيعية موجودة بين طيات الأرض نفسها أيضا لو ضغطنا على هذا الزر زر الفلترة راح الجهاز أو راح السفتوير حق الجهاز يوريني الصورة بشكل تدسيم أكثر لشيء المكتشف مثل ما شفنا الحين أيضا بإمكاني أنتقل على 3D من خلال هذا الزر الجهاز الحين أو أقدر أتحكم في الصورة وأشوف الهدف بأكثر من اتجاه المعادن التجاويف الموجودة عندي في المكان المجرى اللي صورناه طبقات الأرض لو ضغطنا على زر ريموف متل ممكن أمسح المعادن اللي اكتشف في الجهاز أبقي فقط على الفراغ وعلى التربة الموجودة عندي في المكان طبعا بإمكاننا نشوف التجويف مثل ما شايفين الحين سطح الأرض من الأعلى التجويف نازل إلى الأسفل ممكن نحرك بيدنا بهالشكل ممكن من خلال هذه الأزرار الموجودة عندي في المكان هذا الزر الأول الزر الثاني الزر الثالث نشوف الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد أيضا لو ضغطنا على زر Details راح الجهاز يعطيك نسبة المعادن ونسبة الفراغات ونسبة طبقات الأرض في الصورة بالإضافة إلى تاريخ تصويرك لهذه الصورة والوقت وعدد الخطوات طبعا عندي إمكانية تخزين الصورة أيضا في البرنامج من هذا المكان نسمي الصورة مثلا تست بهالشكل نضغط على زر Save الآن لو رحنا إلى الصور المخزنة راح نشوف الصورة موجودة في التاريخ في الوقت في عدد الخطوات كل شيء أيضا نفتح الصورة من هذا المكان كان هذا شرح على جهاز قاما إن شاء الله في الأيام القادمة راح نقدم لكم فيديوهات وتجارب أخرى أيضا على نفس الجهاز وعلى أجهزة أخرى والسلام عليكم السلام عليكم مشاهدين الكرام طبعا قمنا بعمل حفرة في هذا المكان طبعا في أحد الأماكن ورح نقوم بدفن كمية من الذهب في هذه الحفرة طبعا كمية الذهب هي عبارة عن مجموعة من الأساور الذهبية طبعا هذه الأساور الذهبية راح نخليها في هذا الكيس البلاستيك ورح ندفنها في الأرض بهذا المكان في البداية شونك 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد فترة الى ان يكون الذهب قد عمل على تشكيل الحقل الايوني حول نفسه من المعروف طبعا الذهب بشكل هذا الحقول بعد دفنه بفترات ممكن تبدأ من ثاني شهر او ثالث شهر حسب طبيعة التربة نفسها طبعا لكن هذا الحقل المعروف انه يكبر بشكل يصل الى حجم كبير بعد مرور سنوات الحين دفننا هذا الذهب في هذا المكان وان شاء الله نلتقي معاكم في فيديو اخر تجربة على بعض الاجهزة مثل جهاز قاما او جهاز الفة او العديد من الاجهزة الاخرى طبعا الصوتية والسلام عليكم السلام عليكم مشاهدين الاعزاء طبعا مثل ما وعدناكم في السابق اننا راح نسوي لكم تجربة في الخارج على جهاز قاما التصويري كاشف الذهب والمعادن والكهوف تحت الارض طبعا مثل ما تعرفونا سوينا دفن او دفننا ذهب في هذا المكان من قبل عدة اشهر صورناه لكم طبعا راح نبينينا حين بعد في ضمن هذا الفيديو وراح نحين نسوي تجربة في الجهاز على هذا الذهب المدفون عندنا في المكان علشان يشوف كيف الجهاز راح يبين لي هذا الذهب المدفون وكيف راح يوريني الصورة على الشاشة راح نبدأ التصوير الآن خليكم معا نحياكم الله طبعا الآن راح نبدأ في التصوير في الجهاز قاما طبعا اول شي نحب أن نوضحيكم ان نخترنا التصوير في وقت المغرب بس علشان يكون التصوير في الكاميرا أوضح لأن ضوء النهار يعكس على إضاءة الشاشة وما راح يكون التصوير عندي على الكاميرا واضح بالنسبة لشاشة الجهاز أو شاشة التابلت الآن راح نبدأ بالتصوير بنظام 3D Ground Scanner راح اختار التصوير من خلال التابلت عندي خيار منويل الذهاب وانوي أو تووي راح اخليها تووي عندي خطوات ستة بعشرة بدأ التصوير من الزاوية اليسارية الآن عندي المعايرة الأرضية في الجهاز راح ابدأ بعمل المعايرة الآن راح نبدأ فيها التصوير اشتركوا في القناة الآن نحن في آخر مسار من البحث طبعا الآن عندي آخر ثلاث نبضات آخر نبضة انتهي الجهاز الحين من التصوير الجهاز اكتب لي على الشاشة أنه تم الانتهاء من التصوير بنجاح طبعا هذه الصورة اللي ظهرت عندي في هذا المكان طبعا كل المكان مثل ما نشوف هو فاضي ما عدا هذا او هذه الزاوية هذه الحفرة اللي تم وضع الذهب فيها مثل ما نشوفهم خططة تقريبا في الأسود بهذا الشكل وهذه نقطة او الذهب اللي دفناه في هذا المكان طبعا راح نقدم لكم ان شاء الله الفيديو لاحق شرح على هذه القطع المكتشفة عندي فيه هذا المكان ونوضح عمق هذه القطعة أيضا قيمة هذا المعدن هل الجهاز راح يضر لي على الشاشة أن هذا ذهب أم معدن آخر وكيفية تخزين الصورة وبعض الأمور الأخرى والسلام عليكم السلام عليكم عملائنا الكرام رجعناكم من جديد مع جهاز قامة التصويري طبعا مثل ما شوفنا في الخارج سوينا تجربة على كمية من الذهب طبعا هذا الذهب قمنا بدفنه قبل فترة من الزمن ورجعنا في الجهاز صورنا هذا المكان عشان نقدم لكم فيه فيديو نوضح معاكم كيف الجهاز صور هذا الذهب كيف توضيح الجهاز لهذا الذهب المكتشف ومحيط الذهب أيضا بنفس الوقت طبعا رح نضغط على زر سيف سكانيد الصور المخزنة الصور الخزنناها عندنا في البرنامج برنامج الجهاز طبعا أول شيء عندي الواجهة الخضراء أو الألوان الخضراء الموجودة عندي في هذا المكان طبعا هي تمثل الأرض الفاضية أرض ما فيها شيء نهائيا لأن الأرض أساسا اللي احنا صورنا فيها هي أرض فاضية ما فيها معادن ما فيها كوف ما فيها فراغات وبنفس الوقت ما فيها أي مجرأ أو أي أنابيب تحت الأرض على الإطلاق فالجهاز أعطاني أن أغلب الأرض الموجودة عندي في اللون الأخضر لكن مثل ما يشوف في عندي اختلاف بالتربة موجود في هذا المكان ما بين الأخضر الفاتح والأخضر الداكن وهذا الأخضر الداكن مخطط باللون الأسود وهذا طبعا يمثل اختراق أو اختلاف في التربة نفسه طبعا هذا يمثل الحفرة اللي وضعنا فيها الذهب مثل ما نلاحظ هذا المكان يختلف تماما عن الألوان أو عن التموجات الثانية الموجودة عندي في الصورة فهذا يمثل اختراق في التربة أو حفرة موجودة في هذا المكان طبعا بداخل هذه الحفرة موجود عندي الذهب اللي قمنا بدفنا بهذا المكان طبعا أول شيء ممكن يكون فيه سؤال أنا كيف أتعرف أو كيف أعرف أن هذا فعلا الموجود عندي هو ذهب أو غير ذهب هذا أمر بسيط إن شاء الله راح أشوفه الحين مع بعض ممكن أن أضغط على زر الشو بهذا الشكل راح أحرك مربع أحمر موجود عندي فيه البرنامج أجيبه بالضبط أحطه هنا عند مكان الذهب بهذا الشكل راح أختار عدد الخطوات أعطيه جو الجهاز الحين راح أجيبني المربع أحمر عن مكان الذهب راح أشوف أن القيمة الموجودة عندي في هذا المكان قيمته 179 طبعا إحنا نسوينا تجربة سابقة على مجرى الصرب الموجود عندي في الخارج مثل ما شفنا أن الجهاز أعطاني قيمة المعدن الموجود عندي تقريبا 600 أو 800 أو تقريبا أكثر وهذه قيمة المعادن الفروس المعادن الغير ثمينة لكن بالنسبة للذهب الفضة البرونز المعادن الثمينة لها قيم مختلفة تماما وهي أقل من قيم الحديد والاستيل والمعادن الأخرى الغير ثمينة مثل ما أشوف الحين الجهاز يعطيني قيمة الذهب طبعا قيمة الذهب بهذا الجهاز تتراوح ما بين خمسين إلى مئتين إذا كانت عندي هذا القيمة يكون الهدف المكتشف هو هدف ذهب أكملنا الشرح على موضوع القيمة في الجهاز الآن بالنسبة لهذه الصورة أنا ممكن أسوي لها شيء اسمه الفلترينج اللي هي فلترة الصورة لو أنا ضغط على هذا الزر راح أشوف الجهاز الحين راح يفلتر هذا الصورة طبعا فلترت الصورة بشكل عام هي محو التموجات المحيطة في المعادن أو في الكهوف المكتشفة طبعا أنا عندي في هذا المكان المعادن فقط موجودة بهالشكل الحين الجهاز سوى لها فلترة وضح القيم أو وضح أفوان القطع المكتشفة بشكل أوضح طبعا لما يكون الهدف المكتشف هو هدف متفون من سنوات أكثر دائما تكون الصورة التدسيمية للأهداف هي أوضح فلذلك الآن نشوف هذه الصورة ولكن لو كان هذا الذهب أيضا متفون من فترات أطور راح تكون أيضا هذه الصورة موضحة عندي بشكل أوضح طبعا ممكن أن الآن أضغط على زر أيضا 3D في الجهاز عشان أيضا نشوف الصورة بشكل 3D مجرد الضغط على هذا الزر لمرة واحدة راح الجهاز يحولك على 3D 3D Ground Scan ممكن أن أحرك الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد علشان أشوف الصورة من الأسفل أيضا من الأعلى ممكن تشوفها أيضا من عدة زوايا أو ممكن عدم التحريك بالإصبع بهذا الشكل ممكن تضغط على هذه الأزرار الموجودة عندي في هذا المكان Top Side أو Front أيضا تقدر تشوف الصورة من أكثر من اتجاه في عندك عدة خيارات أيضا موجودة في البرنامج إذا ضغط على زر Remove Metal راح تمسح المعادن الموجودة عندك في المكان لأن الجهاز أخفالك جميع المعادن الموجودة عندك في المكان أيضا لو رجعنا إلى زر Default راح الجهاز يرجع لك المعادن المكتشفة والموجودة عندي بنفس المكان طبعا في عندك أيضا Remove Caves اللي هي محو الفراغات لكن أنا ما في عندي فراغات واضحة بشكل صريح في هذه الصورة فما راح نشوف أي اختلاف في الصورة بالشكل نرجع للصورة عندك أيضا Details معلومات عن الصورة نسبة المعادن في الأرض هي نسبة بسيطة جدا مثل ما نشوف الجهاز يقول لك أن نسبة الأرض في الصورة هي 99.27% نسبة الكوف الفراغات هي 0% نسبة المعادن هي أيضا أقل من 1% طبعا أيضا الجهاز يعطيك عدد الخطوات اللي انتصورتها التاريخ التاريخ الوقت كله في هذا المكان وبهالشكل أيضا بإمكانك ترجع إلى الصورة طبعا في عندي أمر مهم جدا ممكن المشاهدين يسألوني عن هذا الأمر عمق الهدف المكتشف أنا الآن ما شرحت عن عمق الهدف المكتشف عمق الهدف المكتشف طبعا مجرد ما أنا جبت هذا المربع الأحمر أو المربع الأبيض الموجود عندي في هذا المكان وجهته على المعدن المكتشف مو بس رح يعطيني قيمة هذا المعدن أو القيمة التقريبية لهذا المعدن المكتشف أيضا يوضح لك الدبث العمق العمق القطعة هي 1 متر ومثل ما شفنا في الفيديو لما دفلنا هذا الذهب دفلناه تقريبا على عمق متر أو متر وعشرين سانتي متر طبعا عندي أيضا فيه الجهاز اللغات الجهاز إحنا بالأول كنا نختارين اللغة الإنجليزية وكل الشرح كان على اللغة الإنجليزية ممكن أن أحرك اللغة لغة برنامج الجهاز في عندي عدة لغات في لغة الإيطالية في عندي اللغة الإسبانية في اللغة الروسية اللغة الألمانية العديد من اللغات أنا ممكن أن أختار أيضا لغة العربية تحول جميع برنامج أو جميع الكلمات الموجودة عندي في البرنامج إلى اللغة العربية مثل ما تشوفون على الشاشة يعني ممكن للمستخدم العربي أن يستخدم الجهاز باللغة العربية طبعا كان هذا شرح عن جهاز غاما طبعا الجهاز صراحة من أفضل وأحدث الأجهزة الموجودة حاليا في السوق بشكل عام وأفضل ما في الجهاز هو صراحة البرنامج أو برنامج الجهاز لأن أغلب الأجهزة التصويرية الأخرى الموجودة في السوق تعتمد على برنامج تصويري واحد مع اختلافات بسيطة جدا بين الجهاز والآخر ما عدا طبعا جهاز غاما الحين صراحة شيء جديد مختلف تماما عن بقية هذه الأجهزة أيضا بالنسبة للجهاز في نظام معايرة ممتاز ومثل ما تحدثنا في السابق أن أكثر الأجهزة التصويرية تعتمد على معايرة التربة أو على توازن التربة من خلال البرنامج السوفت وير نفسه في زر مثلا يعطيك فلترة الصورة ولكن في جهاز غاما في عندي أول شيء في الجهاز قبل البدء بأي تصوير زر المعايرة الأوتوماتيكية عشان الجهاز يبعد عن أي معادن أو فلزات أو أي شوائب موجودة في التربة هذا كان شرحنا لكم نتمنى يكون نال إعجابكم حياكم الله وتركبون إن شاء الله بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر